السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا طبعا اليوم توقعتنا اليوم الأربعة 12 نيسان إبريل ولكن قبل ما ندخل على التوقعات في عندي ما هيك شوية مواضيع خلينا ندردش فيها السريع على أساس أنه قبل ما ندخل على التوقعات أول إشي شكرا لجميع اللي علقوا في الأيام الماضية على أن الصوت ممتاز بردت قلبي وأسعدتوني بهذا الجواب الحمد لله رب العالمين شكرا لعلكم جميعا وكل اللي بشاركوا على القناة صحيح أني أنا كثير مقصر معاكم وخصوصا بالرد على التعليقات لأنه رمضان كريم يعني وثاني إشي أنتوا عارفين وهاي فترة بالنسبة للي يعني بحاول أستغلها قدر الإمكان بالعبادة والأمور هاي والحمد لله أني مش ناسيكم ومش قاطع الحلقات هذا واحد الموضوع الثاني والمهم أنه في زاوية رح تتشكل خلال الفترة القادمة زاوية مرعبة جدا 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 هاي زاوية طبعا رح تكون إلها وما بعدها أيضا يعني تأثيراتها مستمرة اثنين الأحداث القادمة ما بين كسوف وفي نفس الفترة عندنا في نفس الأيام عندنا تراجع لعطارد وعندنا زاوية مرعبة رح تتشكل برضو في نفس الأيام يعني في نفس بخلال أقل من 48 ساعة رح تكون اللمة هاي كلها فهذا الشيء بدل على أنه في أحداث قادمة مش سهلة ومش طبيعية وما رح يكون فيها يعني أقول والله أنا بدي أعطيكو إيجابياتها وأبعد عنكو سلبياتها لا هي فترة لازم أحكي عنها عشان الجميع يحذر منها واثنين اللي بيقدر يتصرف في هاي الفترة لشيء يأمنه يتصرف فطبعا مش نوع من التشويق هاد ولكن هذا ما بنفع أني أنا أشرحه فيه بداية من خلال حلقة أو توقعات يومية فهذا بيتوجب له حلقة خاصة عشان أشرح كل إشي بشكل علمي مش إنه بشكل حسيت وحلمت وأجاني للوحي وأجاني إحاء وأجاني هاد وهي الحكي اللي طبعا الكل بتقمصه لا لا هذا حكي علمي رح أشرحه وشو الأسباب والمخاطر على إيش وكيف الوحد ينقذ حاله من هاي المخاطر شو الخطوط الآمنة يعني كل الأمور هاي إن شاء الله تعالى حلقة قريبة جدا رح تكون ما رح أتأخر عليكم فيها عشان اللي بده يستدرك الوقت يستدركها قبل ما تبلش تعطيه اللي هي الجو الحامي تبعها فإن شاء الله إني ما بتأخر عليكم فيها طبعا بالنسبة للتوقعات اليوم توقعتنا اليوم الأربعة القمر موجود في برج الجدي هو موجود في منزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة من بعد عصر اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد بلع وهي للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية طبعا اليوم بشكل كثير من الزوايا الإيجابية القوية اللي بتعزز كثير من الأمور والجوانب خلينا بس نوصل للزوايا بتعرفوه بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الجدي معناته من ضل على طبيعتنا الجدي خلال هذا اليوم منحاول إنجاز أعمال متراكمة منجد إنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر روح التشاؤم على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر ووسعنا الشروع بعمل جديد أو شراطح في أثرية أو البدء بحمية أو الاهتمام بمسائل تتعلق بالتأمينات أو شركات التأمين أما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا عندنا أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ وهذه الزاوية طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 11-4 بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع أحبانا وبتدل على اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة البلاد العسكرية وتطوير مستوى الجيش وتحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن كما أنه بتشهد هاي الفترة تزايد في تنقلات الجيش من مكان لآخر في نفس البلد وبرضه بتركز الصحافة على قطاع الصناعة وتحسين أوضاع العمال وقطاع الصحة في البلاد وكذلك اهتمام أكثر بما يدين الرياضة وتنظيم الألعاب والمباريات والمواسم الرياضية والأمور اللي إلها علاقة بالرياضة تحديدا عارفين في أحداث بتصير إلها علاقة بالرياضة اللي هي ميسي وانضمامه لأي نادي طبعا هاي إلها علاقة بهذا الموضوع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو وهاي طبعا مستمرة لغاية يوم 14-4 فهاي زاوية برضو بتخلق جهو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها بتدعم أكثر وبتتعزز أكثر فأكثر طبعا هاي زاوية برضو بتجلب لنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الانفعال حتى في علاقاتنا الجنسية وبتدل على وقوع تطورات وتحولات إيجابية في الإنتاج الفني والموسيقي والإنتاجات الفنية إجمالا ممكن أنها تحقق خلال فترة هاي نجاح لأنها ممكن خصوصا إذا إجت بأساليب جديدة مخالفة للأساليب المتداولة وبتظهر على الساحة الفنية وجوه جديدة أو بيتجدد أسلوب بعض الفنانين المعروفين وبغيروا إيقاعاتهم أو نمطهم أو طريقة إلقاءهم وهذا الشيء بيحب بالجمهير فيهم أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي الزاوية طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 17 أربعة بتقوي إرادتنا هي بتدفع بالحضوظ بحضوظنا بصورة عامة ولكنها بتقوي إرادتنا أيضا وبتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وهذا الاتصال بيجلبنا الحظ والنجاح وبرضه ممكن يكوننا دور اجتماعي مهم وبرضه بنحقق في حياتنا المهانية أو المادية برضه تقدم وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة عما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين زحل وهي الزاوية مستمرة تأثيراتها لغاية يوم 21 أربعة طبعا في أشخاص بقول لك طيب ما هو أساسا الزهرة كان في برج الثور والزحل كان في برج الحوت من المفروض أنها زاوية تزديس آه لما بيكونوا في نفس الدرجات بتكون زاوية تزديس ولكن لما بوصل الزهرة وصل لآخر درجات برج الثور بدأ يشكل زاوية تربيع لأنه عادة إحنا منحسب اللي هي سبع درجات ما قبل زاوية الثروة سبع درجات قبل وسبع درجات بعد هاي يعني أربعة عشر درجة هدولة اسمهم زاوية تربيع يعني أنت بتحكي بعشرية ونص فعشان هيك بتأخذ من آخر برج الثور وبتأخذ لنص برج الجوزاء وهاي الزاوية متشكلة عادي جدا يعني هذا الأمر كله دائما في أمور الفلك هيك بتصير هاي حسابات اللي هي علاقة بالدرجات مش بالبيوت يعني مش بأخذ أنا كبرج حوت وبأخذه مع برج ثور كاكل 30 درجة ب30 درجة لا هاي احنا بالزوايا بنحسبها درجات يعني زاوية التربيع هي 90 درجة فأنا بدي أحسبها من 83 درجة بي بتبلش زاوية التربيع لغاية 97 درجة زاوية التربيع الذروة اللي هي 90 درجة 100% ثلاث درجات ما قبلها وما بعدها اللي هي اللي أنا ببلش أذكرها هاي الزاوية الوحيدة اللي أنا ذكرتها من السبع درجات يعني ما ذكرتها من الثلاث درجات عشانها تأثيراتها قوية وفيها نوع من أنواع السلبيات حبيت أنوه للنقطة هاي طبعا بالنسبة لهاي الزاوية هي زي ما حكينا تأثيراتها ليوم 21 أربعة ذروة الزاوية أو قوتها اللي هي اليوم اللي بدو يصير فيه زاوية التربيع اللي هو يوم 14 أربعة ساعة أربعة وثمانية وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج يعني شوفوا ذكرناها إحنا من يوم سبعة ورح نستمر بذكرها ليوم 21 وهي يوم 14 يعني سبعة أيام قبل وسبعة أيام بعد 14 يوم تأثير هاي الزاوية بسبب هاي الزاوية بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة بتزيد من غيرتنا حبنا للتملك ميلنا للإكتئاب والنزاعات مع محيطنا بتدل على تراجع في المنتجات الفلاحية والمنتجات مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والصناع الحرفية بسبب الإهمال أو التكاسل اللي بيغلب على موظفي هذا القطاع وبيرضوا بيقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية زي البنوك بتعرف نوع من أنواع الإضطراب في المداخل بسبب سوء التدابير والتبذير وممكن يصير فيه نوع من أنواع المعاناة في مجال الفني من كساد أو قلة المبيعات أو الهجوم على بعض الأعمال اللي بتكون مش ناجحة وبتقل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبيزيد التزام الناس وتقيدهم بالتقاليد بالأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فأول زاوية عنا زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي ذروتها ساعة 12 وسبع دقائق من بعد منتصف الليلة هاي اللي هي الثلاثاء على الأربعاء نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر ابتمنحنا الجدية حسن التوازن في إدارة أعمالنا وبرضو بتدل على حسن أمزجة فئات الشعب المشتغلة بقطاعات الفلاحة والمناجم والمحاجر والشيوخ بالخصوص وزيادة في مردودية مؤسسات الدولة وصناعات الثقيلة وقطاع الفلاحي والمناجم واستقرار في أمور إلها علاقة بالبورصة طبعا هاي زاوية تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية راح تكون بين القمر وبين المريق وهاي ساعة تسعة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها طيلة اليوم بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عام الروتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة منكم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاط ممن جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو أي خلاف معه طبعا في هذا اليوم يستحسن أنه ما نقوم بأعمال مهمة جدا 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 بعملية تسرع يعني نعتمد على الحدوث لازم ندقق فيها بشكل جيد وبرضه بعض الأشخاص اللي القمر بيعاكسهم يخلدوا للراحة أو يأخذوا راحة من وقت لآخر وينتبهوا لصحتهم هاي الزاوية برضو بتعمل مظهر لها علاقة بالصحة وخصوصا الأمور النفسية برضو بتدل على استياء الرأي العام من ضغوط رجال الأمن الوطني وهبوط في معنويات عمال قطاعة الصناعة والصحة وقلة مردوديتهم وبرضه ممكن يشهد هذا اليوم ازدياد في أعمال العنف وخصوصا ضد النساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي الزاوية راح تكون الساعة وحدة وأربعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها طيلة اليوم نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة برضو بتزيد من خيالنا بتقوم من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءة وخصوصا في مجال التجارة أكيد راح يكون في عنا ثقة بالنفس راح نتقلق بفضل سهولة تعابيرنا أو تعبيرنا عن مواقفنا وعن آراءنا بدل على حركة السكان المتزايدة خلال هذا اليوم ونشاط المواصلات وازدحامات بالطرق وخصوصا الداخلية منها كما بتركز وسائل الإعلام على دور المرأة في المجتمع وكذلك مواضيع الشباب ومواضيع إلها علاقة بالتعليم أو التربية والتعليم أو حل بعض المشاكل التي تتعلق في هذا القطع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي زاوية راح تكون الساعة 11 و23 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر ولغاية صباح يوم الخميس هاي زاوية بتحزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشي غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك وبرضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبرضو بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية اللي إلها علاقة بالفلسفة والتحليل واستخدام العقل وأمور إلها علاقة بالتلفزة والسينما الميل يعني يعني رح نميل لكل شيء مدهش وغريب خلال هذا اليوم برضو بتدل على استحسان الرأي العام والشعب لما يلاقيه من حرية في التعبير واحترام الحريات خصوصا حرية المرأة وبشهد هذا اليوم نشاط في حركة الخطوط الجوية وزيادة في مردودية الصناعات الدقيقة والقطاعات الخاصة طيب تعليقي على كل هاي الزوايا إيش المختصر اللي ممكن تستفيدوا منه خلال هذا اليوم طبعا على المستوى العاطفي ممتاز جدا وعلى المستوى التجاري والمستوى الاجتماعي هذول أكثر عنصرين اليوم لازم تستغلوهم خصوصا اللي بيشتغلوا بالتجارة أو اللي بيشتغلوا بمجال الصناعة بيشتغلوا بالزراعة هدولة حتى اللي بيشتغلوا في مجال التسويق هدولة الأشخاص اليوم رح يبدعوا ولكن زي ما حكينا منحذر من الزاوية اللي بتعمل نوع من أنواع التسرع والغضب هاي شوي بدكوا تضبطوا عصابكم ما في داعي للعصبية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسي خلال هذا اليوم طبعا عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الردفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن هدولة الأكثر حساسية فبما أننا ذكرنا الجلد والشعر وأساسا القمر في الجدي يعني من يقول أن الأمور اللي لها علاقة بالتجميل اللي هي زي تقشير البشرة معالجة البشرة الأمور الفيلر والبوتوكس والمشعر في إيش والهاي الأشياء كلها هاي أنا ما بنصح فيها خلال هذا اليوم خوفا من الالتهابات الجلدية أو التهيوج الجلدي أمور الشعر والجلد فمعناته هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد مناسب للعمليات الجراحية هذا اليوم ولكن دون اللي هي الأعضاء اللي ذكرناها اللي هي بتتعلق بالعظام والعمود الفقري برضو هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي لا يصلح للصبغ يصلح للحنة مثلا ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي خلو المسار القادم بيكون يوم الخميس 13 أربعة بيبدأ خلو المسار ساعة 2 13 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمر 22 يوم في تمام ساعة 10 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بصير 23 يوم نسبة الإضاءة 55% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 24 سعيد بنسبة 60% الآن في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 30% القمر في الجدي حتى يوم 13 أربعة سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45% في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 15% ويكمل لآخر اليوم عطارة في الثور حتى يوم 21 أربعة منتحس بنسبة 15% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 أخمس سعيد بنسبة 10% المريق في السرطان حتى يوم 21 أخمس سعيد بنسبة 45% المشتري في الحمل حتى يوم 16 أخمس سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17 سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 34 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين خلال هذا اليوم بوسعكم إثبات جذارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة طبعاً ما بينفعكم للعناد ولا التحدي حتى لو اشتدت الضغوط حاولوا أن تبرروا عملكم اظهروا مهاراتكم ممكن تكونوا ظروف معقدة أو صعبة وانت طبعك شوي هيك متقلبة ولكن اليوم اهتمامك كله رح يكون على العمل وتركز على هذا الموضوع وإذا ركزت عليه رح تحقيق كثير من المكاسب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً اليوم بدأتوا بمرحلة جديدة اللي هي دخول القمر للبيت التاسع فعشان هيك اليوم جيد جداً بتنشطوا في أمور السفر والاتصالات البعيدة وتزداد رغبتكم بالتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم أهم شيء أنه ما تجعلوا شيء يحبطكم فالتطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحصر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطركم نسبياً تعتبرها فترة مناسبة للسفر لورشات العمل للأمور اللي إلها علاقة بالحاطفة وتعزيز العلاقة مع الأحبة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي يا من شراكة يا من تعويض يا مستردات يا إلك أموال بتحصلوها يعني اهتمام رح يكون المستوى المالي صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء أنكم ما تتشبثوا بمواقفكم المتصلبة حاولوا تكونوا مرنين مبتسمين ناقشوا بليونة ودبلوماسية اتكلموا عبروا عن آراءكم بجراءة وثقة وعن سابق معرفة وحاولوا أنكم تبدأوا يومكم بروح رياضية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بيانصب اهتمامكم حاول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون متوترة ولكن بظل أجواء جيدة فيها كثير من الأشياء اللي لها علاقة بتعزيز العلاقات أو المصالحات أو الأمور اللي لها علاقة بالعمل رغم أنه الضغط شوي موجود على مستوى العصبية اللي بتطلب منك شوية هدوء وما تنفعل بتلاقي الأمور مشترك بشكل جيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً هذا اليوم كله التركيز رح يكون على العمل أكثر شي هو اللي بيلفت انتباهك أو ده تركز عليه بيبدأ العمل بالتراكم لديكم مع ذلك بتكونوا قادرين على إنجاز قسم كبير من آمالكم أهمش أنه ما تهملوا صحتكم لأنها أي فترة تعتبر فترة عمل جيدة حاول أنك تكون أكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية فعشان هيك بتكوا تحافظوا على استقرار وضعكم الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء وممكن تكون في عمل جديد ولكن على مستوى العمل اليوم رح تنجزوا كثير من الأمور اللي رح تكون لصالحكم يعني في عمل وفي مكاسد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر في البيت الخامس فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبا وكموا تعزيز العلاقة معهم وهذا اليوم يعتبر يوم مناسب لا نشاط فني أو ممكن هذا اليوم يحمل لك أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة على المستوى العاطفي على مستوى التجميل على مستوى هندامك حتى طاقتك اليوم غريبة ممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة أو تحاول ترتيب الأمور أو بعض المصالحات تعتبر فترة بناءة وإيجابية أيضا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية وبيوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تبدو مضطربين أو مرهفين للحس بعض الشيء بتشعروا بالارتباك أو ممكن تغضبوا بسرعة ولكن الأجواء جيدة على مستوى البيت والعائلية كمناسبة احتفال صلحة لقاء عزيمة شغلة زي هيك في فرحة برضو إلها علاقة بالبيت ممكن تظهر بأي وقت لا تدع التوتر هو اللي سيطر عليك مرج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا خلال هذا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات والامتحانات واللقاءات العاطفية والتواصل العاطفي والحب والغرام وها كل الأمور هاي حتى الأمور اللي إلها علاقة بالسفر القصير يعتبر يوم مناسب زي ما حكينا لا اجتياز امتحان أو جرام مقابلة بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم وناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصلوا على فرصة جيدة تبرروا من خلالها مشاعركم أو مواقفكم وبتنشطوا زي ما حكينا بكل الأمور اللي تتعلق بالتنقلات والاتصالات يعني يا سيارات يا تليفونات يا كمبيوترات يعني الأمور هاي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بيحملكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي عادة من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما أهمش إنك ما تتكبر يعني ما تتعزز إذا في نوع من أنواع الخير استفيد منه الكواكب طبعا بتشكل زوايا قوية جدا راح تكون لصالحك وتسهل عليك كثير من الأمور أهم إشي إنك ما تسمح لأي شخص إنه يغشك على المستوى المالي تأكد من أي شيء بتشتري على أساس إنه ما تنغش وبدك تكون حريص على أموالك وممتلكاتك وحاول إنك تعزز وضعك المالي لأنه اليوم برضو بتقدر إنك تحل بعض المسال المالية المعقدة برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا القمر هيك يعني وصل لعنكم فعشان هيك اليوم بتبدأوا فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الأمور أهم إش إنك تحاولوا إنك تبحثوا عن أي شيء مميز خلال هذا اليوم لأنه كل الأبواب راح تكون مفتوحة بالنسبة لإلكم بتعيشوا فترة واعدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر هاي فترة نشطة جدا حاول إنك تدخل التنويع على حياتك الشخصية واليوم هذا بيحمل انفراج وتسوية وأيضا حتى على المستوى العاطفي ممتاز برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا إنك تخلدوا للراحة تعتبر هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاولوا إنهاء هاي الفترة بسلام لأنه أوليش القمر في بيت المتاعب الزوايا الحادة بتتشكل رغم إنه فيه أشياء إجابية دعملة إلك بتساعدك في أمور إلها علاقة بالعمل أو حتى إنك يترتب أمورك للأيام القادمة في بعض الضغط فعشان هيك يحاول قدر الإمكان ما ترهق حالك هذا اليوم وبرضو مش كل شخص بيوعدك بشيء تصدقه برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا بتنشطه اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة وبتميلوا للتواصل مع الآخرين ممكن تنجح في حش التأييد أو دعم لقضيتك أو تتحمس للقاء الناس أو التعارف الأجواء الإجتماعية ممتازة فممكن تستغل معارفك أو الأشخاص اللي بتعرفهم لحل بعض المسائل اللي كانت معقدة أو كانت صعبة عليك ولكن اليوم بحل لك كثير من المسائل بعضكم ممكن يهتموا لشؤون أقارب الشريك بحدث ما أو يكون عندهم لقاء عاطفي هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء